بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات مادة الاحصاء وفي الحلقات السابقة كنا استعرضنا مع بعض موضوع المتوسطات ودرسنا الوسط الحسابي وكنا بدأنا في موضوع الوسيط النهاردة ان شاء الله زي ما عودناكم في بداية كل حلقة بنبتدي نراجع على الحاجات القديمة وناخد جزء جديد من حلقتنا عاوز اراجع معكم النهاردة على موضوع الوسط الحسابي وموضوع الوسيط ونستكمل مع بعض موضوع الوسيط وان شاء الله نستكمل مع بعض كمان موضوع المنوات علشان نبدأ حلقتنا عاوز افكرك بالوسط الحسابي وقلنا ان الوسط الحسابي بيجي ازاي بقوله عبارة عن مجموع القيم مقصوما على عددها ونفتكر مع بعض كده في بداية حلقتنا بنجيب الوسط الحسابي ازاي وزاي ما قسمنا البيانات الحلقات السابقة لبيانات مبوابة او بيانات خام وبيانات غير مبوابة اللي هي قلنا بيانات غير مبوابة اللي هي خام وبيانات مبوابة اللي هي فئات وتكرارات عاوزين نشوف دلوقتي على طول مسائل على البيانات غير المبوابة اللي هي الخام وكمان على طريقة الانحرافات البسيطة ونشوف التمارين بتتحلل ازاي علشان اني ما تابعوناش في الحلقات اللي فاتت يبتلوا يتابعوا معنا تعالوا نقول بسم الله ونبدأ حلقتنا ونشوف الوسط الحسابي اول حاجة في موضوع الوسط الحسابي عاوزين نقولها تعريف الوسط الحسابي تعريف الوسط الحسابي هو مجموعة القيم مقصوما على عددها وان الوسط الحسابي من الحاجات المهمة جدا جدا في منهج الاحصى طيب لو انا حبيت اقولك سؤال نظري وقلتلك الوسط هو مجموعة القيم مقصوما على عددها طبعا هتقول لي لا ده تعريف الوسط الحسابي يبقى العبارة خاطئة والتعريف السليم اللي هو الوسط الحسابي هو مجموع القيم مقسوما على عددها مديني بعض البيانات غير المبوبة وعاوز مني احسب وسط حسابي بقول لي احسب الوسط الحسابي للقيم الاتية ايه القيم اللي عندي قال لي 3 و 2 و 5 و 7 و 8 سمعنا الشطرة بتقول لي اول حاجة اعرف ان دي بيانات غير مبوبة غير مبوبة اقول له السين بار في البيانات الغير مبوبة بيساوي مجموع القيم على عددها قلنا مجسين على نون اللي هي مجموع القيم على عددها برافو عليك يعني عايز تقول لي على طول ابدأ اقول لك مجموع القيم اللي هي التلاتة زائد لاتنين زائد الخمسة زائد السبعة زائد التمانية على عددهم عد كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى على عددهم اللي هو الكام الخمسة طيب هجمها هنا الاقي القيم عندي خمسة وعشرين على عددهم خمسة يبقى مجموعهم خمسة وعشرين وعددهم خمسة اقدر اقول له الوسط الحسابي السين بار هيطلع معايا بخمسة ده كان بداية التمرين اللي اشتغلنا بيها وقلت لك كمان ممكن يجيب لك تمرين بصورة تانية خلص او ممكن نفس التمرين يجيبه لك في صورة بيانات جاهزة زي ايه يقول لي اذا علمت ان الوسط او مثلا مجموع القيم اللي هو مجسين بيساوي اربعين مجسين بيساوي اربعين لعدد تمن قيم احسب الوسط الحسابي احسب الوسط الحسابي يبقى هو ادلك مجموعة القيم جاهزة وعددها جاهزة دور حضرتك ايه بأس مجموعة القيم على عددها يعني الموضوع هنا ما هو الا تطبيق القانون يبقى ساعتك تقول لي السين بار بيساوي مجموع القيم مجسين على نون طيب مجسين انت مدهولي جاهز اربعين والنون بتمانية يبقى نقسم اربعين على التمانية فيها الخمسة يبقى طبعا ده كان شكل الاسئلة السهلة البسيطة اللي بتيجي فيه موضوع الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبة عندي الوسط الحسابي من بيانات مبوبة وده موضوع سهل جدا 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 وقلت ممكن يجي بالطريقة المباشرة او يجي بطريقة الانحرافات العادية طيب لو جيب الطريقة المباشرة هنرسم جدول من اربع خنات لو جيب طريقة الانحرافات البسيطة او العادية هنرسم جدول من خمس خنات تعالوا نشوف مع بعض التمرين ونحل التمرين ده بييجي ازاي بصوا معايا كده في التمرين السهل الجميل ده بيقول لي مديني فئات وتكرارات الفئات عندي بدقة من عشرة الى عشرين الى تلاتين الى اربعين الى وبعدين خمسين الى كام الى ستين خد بالك معايا مديني التكرارات اتنين وتلاتة وخمسة وتلاتة واثنين وعاوز مني احسب الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات البسيطة او العادية الحقيقة انا جبت المسألة دي علشان دي حالة استثنائية وحالة خاصة في موضوع الوسط الحسابي لما بيكون الجدول اللي عندي في اتكرارات متمثلة على الجنبين هنا الوسط الحسابي هيكون واو يعني لو عندي مجحة كاف بيساوي سفر هيكون الوسط الحسابي بتاعنا هو الوسط الفردي اللي موجود طب تعالوا نشوف مع بعض ازاي بتيجي وتعالى حلها حل عادي جدا انت هتمشي قطواتك زي ما بتمشي في اي مسألة زي التمرين اللي احنا عملناها بل كده بس عايزك تركز ايه اللي حصل في التمرين ده عشان نقولي القعدة دي تعالى معايا كده شوف الحل بييجي ازاي حضرتك هتعمل جدول اهو قلنا فئات وتكرارات والسين اللي هو مركز الفئة والحا الانحراف عن الوسط الفردي وبعدين بقول ح في كاف ساعتك لما هتيجي تكتب الكلام ده عندك هتلاقي انك بتقول فئات عندك عشرة الى عشرين الى تلاتين الى أربعين الى خمسين الى ستين طيب التكرارات اللي عندي قلت لاتنين تلاتة خمسة تلاتة اتنين مجموعة التكرارات عندنا اتنين وثلاتة خمسة وخمسة عشرة وثلاتة واثنين خمسة ده مجموعة التكرارات اللي عندنا طيب السين مركز الفئة بييجي ازاي بيرفع عليك سامعك وسامعك وانتو بتقولوا ان مركز الفئة سين بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على اتنين طيب بداية الفئة الاولى على الاتنين فيها الخمسة وعشرين تلاتين زائد اربعين سبعين على الاتنين فيها خمسة وتلاتين ودي خمسة واربعين ودي خمسة وخمسين ليه لان لو اطوال الفئات متساوية يبقى اطوال مركزها كمان متساوية لا داعي لجمع خانت السين وبعدين باجي على خانت الحه بجيبها ازاي الناس الشطرة اللي فاكرة الحلقات اللي فاتت قلتلي بتدور على اكبر تكرار فين اكبر تكرار عندي اكبر تكرار عندي كان الخمسة وتاخد مركز الفئة اللي قدامه تسميه واو الواو هنا بكام بخمسة وتلاتين طيب لما اجي بقى اجيب حه في كاف الحه هاخد جميع مركز الفئات دي اطرحها من الوسط الافترادي خمسة وتلاتين يطلع سالب عشرين خمسة وعشرين نقص خمسة وتلاتين طلع معاك سالب عشرة خمسة وتلاتين نقص خمسة وتلاتين الناتج سفر خمسة واربئين نقص خمسة وتلاتين عشرة خمسة وخمسين نقص خمسة وتلاتين عشرين طبعا انت شايف ان الارقام دي مجابة والارقام دي سالبة الحالة الخاصة اللي احنا بنقول عليها بقولك لما بتيجي تجمع القيم السالبة في خانة ح طلعوا معاك سالب تلاتين وجمعنا القيم المجابة طلعوا معاك مجب تلاتين لو السالب قد المجب طبيعي ان الناتج هيكون صفر هي دي الحالة اللي احنا بنتكلم عليها لو الناتج صفر عندي فبنقول ايه هقوله اه اضرب اه اتنين في خمستاشر بتلاتين و تلاتة في عشرة بتلاتين اتنين في عشرين باربعين و تلاتة في عشرة بتلاتين و تلاتة في عشرة بتلاتين و اتنين في عشرين باربعين زي ما قلنا يبقى دي سبعين بالسالب و سبعين بالمجاب قلنا الناتج حقف بكام بصفر الناتج صفر طبعا او الناتج حقف عندك بصفر لان هنا احنا قلنا ان الارقام السالبة قد الارقام المجابة. هنا بقى الحالة الخاصة بقول لك ايه? ان لو لقيت ناتج حه كاف بصفر. قل له السين بار بتساوي الواو او الوسط الفردي فقط. يعني هنا تقول له السين بار بيساوي خمسة وتلاتين فقط. ليه? لان ما فيش داعي انك تكمل لانك لو كملك لو انت عاوز تكمل. هقول لك السين بار بيساوي الواو بتاعتنا بكام? قلت لي خمسة وتلاتين. زاد او ناقص. مجه حه كاف كام? سفر. على مجه كاف خمستاشر. سفر على اي حاجة? خلاص هي السفر. زاد الخمسة وتلاتين. ما افضلش عندك غير الخمسة وتلاتين. يبقى دي حالة خاصة ممكن تجي لك ازا كان مجموع حه كاف. لما تيجي تقول لي كده مثلا في سؤال نظري. ازا كان مجموع خانت. حه في كاف. بيساوي سفر. فان السين بار يساوي نقط. اقول له على طول في الحالة دي. لو مجموع خانت حاقف بيساوي سفر. يبقى السين بار بيساوي الوسط الفردي. ودي الحالة الخاصة اللي عندنا في الوسط الحسابي. دي كانت مراجعة على موضوع الوسط الحسابي. والحالة الخاصة لان احنا قبل كده خدنا تمارين على الوسط الحسابي كتير. والحمد لله اه حلينا عليها اه حاجات كويسة جدا. طيب. بعد كده بدأنا في موضوع الوسيط وخدت الحلقة اللي فاتت الوسيط من بيانات غير مبوابة. وعرفت ان ممكن يكون البيانات دي اه النون بتاعتها فردي او النون زوجي. لو النون فردي بيبقى الوسيط عندي قيمة واحدة. وبرضو نشوف مثال علشان نكون ماشيين بالترتيب في حلقتنا. لما اقول لك احسب الوسيط للقيم الاتية. احسب الوسيط للقيم الاتية. القيم اللي عندي كانت ثلاثة وخمسة وسبعة واربعة واثنين. على طول الناس الشطرة لعشان انا طالب الوسيط تعريف الوسيط ايه? هو القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتبها سواء تصعودي او تنازولي. فانا عندي الناس اللي مركزة معانا من الحلقات اللي فاتت عارفين ان في حل لما اسألت الوسيط لازم ارتب. يبقى لما يدي لك قيم الاول لازم ترتب هزيه القيم. يبقى هنا القيم مش مرتبة انا ارتبها سواء تصعودي او تنازولي. تعالوا شوف معايا كده عدد القيم كام? النون. عد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى النون عددهم كام? خمسة. ده عدد فردي برافو عليك. طيب لو عاوز ارتب هزيه القيم تصعودي قلت لك ابدأ بمين? بالاتنين. وبعديه التلاتة. وبعديه الاربعة. وبعديه الخمسة وبعديه السبعة. مين القيمة اللي في النص? اهي برافو عليك الاربعة. يبقى الوسيط بيساوي الاربعة. او القيمة التلتة. لو كنت عايز تقول ان ترتيب الوسيط بيساوي نون زائد واحد. على الاتنين يبقى خمسة زائد واحد ستة على الاتنين فيها التلاتة. يعني القيمة السالسة. وطبعا هتطلع هي الاربعة. طب ازا كانت عدد البيانات زوجي اتفقنا مع بعض ان بيكون الوسيط كمتين فبحسب له متوسط بجيب مجموعة الكمتين على اتنين. زي لما يقول لي مثلا احسب الوسيط لست قيم. الست قيم ده لو انت وخمسة اصحابك عددكو ستة. لو قلت لك مين اللي لقيت في النص فيكو? هتقول لا ده احنا ستة يعني تلاتة وتلاتة ما فيش حد في النص. يبقى اللي في النص هنا لازم يكونوا كام? كمتين. يبقى اللي في النص هنا لازم يكونوا كمتين. يبقى الوسيط من بيانات غير مبوابة وعدد البيانات بتاعنا عدد آآ زوجي بنكون كمتين وبنجيب المتوسط ليهم بنقسم مجموعة القمتين على الاثنين. زي التمرين اللي هنشوفه حالا مع بعض. بقول لي يحسب الوسيط للقيم الاتية. التلاتة والاربعة والاتنين والسبعة والستة والخمسة. سمعك ونت بتقول لي ده النون هنا عددها ست قيم. برافو عليك. يبقى ده عدد ايه? زوجي. تمام? هتقول لي هنا لازم الاول ارتب القيم سواء تصعودي او تنازلي. وطبعا الاسهل لنا كلنا التصعودي. هقولك عشان ترتب القيم تصعودي او تنازلي لازم تبص على اصغر قيمة الاول. اصغر قيمة عندي كانت كام في المسألة? اهي اتنين. وبعدين التلاتة. وبعد التلاتة اربعة. وبعد الاربعة خمسة. وبعد الخمسة ستة. وبعد الستة سبعة. انا عايز احسب الوسيط من هزي القيم. مستر ده الوسيط انا لو شلت القيمة دي مع دي. ودي مع دي. ودي مع دي. مفيش حد في النص. قلت لك برافو عليك. عشان ده عدد زوجي. بس هنا لازم يكون في النص كمتين. مين اللي كمتين اللي في النص? قلت لي فعلا الاربعة والخمسة. يبقى هنا تقدر تقول لي ان الوسيط بيساوي متوسط الكمتين اللي في النص ده هم اللي هما الاربعة زائد الخمسة على الكام على الاتنين يطلع اربعة ونص. يبقى انت شلت القيمة دي مع دي وشلت القيمة دي مع دي بقالك كمتين اللي هما الوسيط بتاع المسألة كمتين عشان عدد بالبيانات زوجي. فقلت اربعة زائد خمسة تسعة على الاتنين فيها الاربعة ونص. يبقى احنا كده حلينا على الوسيط من بيانات آآ من بيانات فردية وبيانات زوجية. وكمان ممكن يجي لك اسئلة نظري على تعريف الوسيط. فلازم تكون عارف ان تعريف الوسيط بيقول لي ايه? الوسيط هو القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتبها تصعوديا او تنازليا. طبعا ده كان تعريف الوسيط. وما تنساش كمان ان الوسط الحسابي هو مجموع القيم مقصوما على عددها. ده كان موضوع الوسيط من بيانات غير مبوابة او بيانات خام. وكمان عاوزين نراجع تمرين بسرعة من الوسيط من بيانات مبوابة. لما نشوف تمرين مع بعض بيقول لي ادي الفئات وادي التكرارات. مديني الفئات عشرة الى عشرين الى تلاتين الى اربعين الى خمسين الى ستين. وكانت التكرارات اللي عندنا تلاتة وسبعة وعشرين وخمستاشر وخمسة. احسب الوسيط. كلنا نركز مع بعض في التمرين ده هو. قلنا عشان اجيب الوسيط لازم اعمل متجمع صاعد او هابط. طيب انا هعمل المتجمع الصاعد اهو. وزي ما قلنا في الحلقات السابقة ان الوسيط بالمتجمع الصاعد. المتجمع الصاعد بيتميز بعبارة سهلة جدا. الحدود العليا للفئات وقادي التكرار المتجمع الصاعد. المتجمع الصاعد قلنا بيتميز بعبارة اقل من. اقل من اول فئة عشرة. اقل من تاني فئة عشرين. اقل من تلت فئة تلاتين. وبعدين اقل من اربعين. واقل من خمسين. واقل من ستين. تعال بقى معي. افتكر ان دايما المتجمع الصاعد كان بيبدأ بالصفر وبينتهي بمجموع التكرارات. المتجمع الصاعد بيبدأ بصفر وبينتهي بمجموع التكرارات. يبقى دايما المتجمع الصاعد يبدأ بالصفر. مفيش متجمع صاعد ما يبدأش بالصفر. ولازم ينتهي بمجموع التكرارات. يبقى لو انت بتحسب وجات اخر اه تكرار متجمع صاعد معاك اكبر من مجموع التكرارات او اقل منها. اعرف ان بلط في الحساب ولازم تراجع مسألتك تاني ودايما غزي الالة بارقام سليمة علشان تطلع معاك نواتب سليمة نرجع تاني لمسألتنا ونقول ان المتجمع الصعد لازم يبدأ بايه بصفر لذلك انا هكتب اهو الصفر بلون مختلف اهو جوه المتجمع الصعد وكمان لازم ينتهي بمجموعة تكرارات طب تعالى مع بعض كده قول لي اول تكرار كام? ثلاثة اهو ده بعد الصفر بقى ثلاثة زائد سبعة عشرة عشرة زائد عشرين تلاتين تلاتين زائد خمستاشر خمسة واربعين خمسة واربعين زائد خمسة لازم مجموع التكرارات ينتهي بيه المتجمع الصعد يبقى المتجمع الصعد بيبدأ بالصفر وبينتهي بمجموع التكرارات بعد كده خطوة لذيذة جدا وسهلة جدا اجيب ترتيب الوسيط. ترتيب الوسيط عندنا بيساوي ايه? بيساوي مجموعة التكرارات على كام? على اتنين. لما جيت اجيب مجموعة التكرارات حضرت قلت لي خمسين. لما جمعت التكرارات دي كان مجموعة كام? خمسين. على اللي اتنين يبقى فيها الخمسة وعشرين. ادور على الخمسة وعشرين في التكرار المتجمع الصعد اللي عندي. هل هنا في خمسة وعشرين? ارجع كده معي. سفر. تلاتة. عشرة. تلاتين خمسة واربعين خمسين ما قابلت ناش يا مستر الخمسة وعشرين تمام برافو عليك علشان ما قابلتنيش لازم اشوفها يا محصورة بالرقمين اللي ها محصورة بين كام العشرة والتلاتين يبقى كده ده ترتيب الوسيط عندك كام بخمسة وعشرين عندك كام رقم بقى هيخش معنا في اللقبة بتاعتنا دي او في طريقة الحساب بتاعتنا اربع ارقام الالف والبه والكاف واحد والكاف اتنين تعال مع بعض كده طلعهم لي هنا قلتلي الالف بكام بتلاتين والبه باربعين وبعدين عندي الترتيب كان كام قلتلي كان خمسة وعشرين وكاف واحد كانت بعشرة وكاف اتنين كانت بكام بتلاتين كده الارقام كلها معاك نقدر نعوض نقول له الره اتنين او الوسيط بيساوي الف زائد الترتيب بتاعنا ناقص الكاف واحد على الكاف اتنين ناقص الكاف واحد مضروبة في طول الفئة اللي هو اللام طيب بالمناسبة احنا ما جبناش اللام قلتلي انا عارف ان اللام هو الفرق من الالف وبه البيه باربعين والالف بتلاتين يبقى اللام كانت بعشرة تعالا معايا نعوض في القانون بتاعنا تعويض مباشر يبقى الره اتنين الوسيط بيساوي اشيل الف وحط كام قلتلي احط تلاتين زائد الترتيب بتاعنا كان بخمسة وعشرين الكاف واحد كان بعشرة كاف اتنين بيكام بتلاتين والكاف واحد كان بعشرة واللام بتاعتنا كانت بعشرة على طول تمسك الالة بتاعتك وتقول له واحدة واحدة على الالة عشان انت بتحلق كويس جدا وبعدين بتيجي تغزي الالة او بتشتغل على الالة الطريقة مش كويسة وقلنا يا جماعة مهارة الالة لازم اتضرب عليها بدري متجيش قبل الامتحان وعايز تتضرب على الالة الالة بتاعتك لازم كل يوم تتضرب على الالة بحل التمارين بتاعتك فهقول له امسك الالة بتاعتي اول حاجة بكتب تلاتين زائد هنعمل البسط والمقام اسهل لك على الالة وتقول لي فوق خمسة وعشرين ناقص عشرة وتحت تلاتين ناقص عشرة وتطلع وتقول على الجنب فيه عشرة يطلع الكلام ده على طول معاك بسبعة وتلاتين ونص يبقى ريه اتنين او الوسيط طلع معانا بسبعة وتلاتين ونص طلع معانا بكام بسبعة وتلاتين ونص طيب انا عايز اقولك على معلومة مهمة جدا وانت بتطلع النتج ده اعرف انك حالت صح ولا غلط ازاي شايف النتج اللي طلع معاك سبعة وتلاتين ونص لازم يكون محصور بين الالف والبه فعلا الالف كانت تلاتين والبه كانت كام اربعين يبقى ريه اتنين بتاعتك سبعة وتلاتين ونص حقيقة كانت محصورة بين التلاتين والاربعين يبقى انت تقريبا حليت كويس وحليت صح لازم الوسيط بتاعك يطلع محصور بين بداية الفئة الوسطية ونهاية طيب طالب بيقول لي انت حضرك يا مستر قلت ان لازم التمرين اللي انت من الدهري ده يكون الالف والبه يكون الوسيط محصور بين الالف والبه علشان كان ترتيب الوسيط محصور بين كاف واحد وكاف اثنين طيب يا مستر ده انا بحل تمرين لقيت ترتيب الوسيط موجود معاه في المتجمع الصعب اقول لك برافو عليك ده حالة جميلة جدا من حالات الوسيط وتعال نشوفها مع بعض في تمرين ونحلها ونشوف بتطلع معانا ازاي بيقول لي ادي تمرين سهل جدا وجميل الفئات والتكرارات عشرين الى تلاتين الى اربعين الى خمسين الى ستين الى مجموعة هنا خمسة وخمستاشر يبقى عشرين عشرين وعشرة وسبعة وتلاتة المجموعة عندي كان اربعين عاوز مني ايه؟ احسب الوسيط باستخدام المتجمع الصعب طيب لما اجا حل تمرين زي ده جماعة واتفقنا مع بعض كلنا ان اول حاجة هعملها هعمل المتجمع الصعب اقول له الحدود العليا للفئات والتكرار المتجمع الصعب بيتميز بقبارة يبقى اقل من عشرين واقل من تلاتين واقل من اربعين واقل من خمسين واخر حاجة عندي الستين والسبعين عشان طبعا نهاية الفئة الاخيرة طيب طالب شاطر فكرني قال لي ما تنساش ان المتجمع الصعب بيبدأ بمين؟ بالصفر ولازم ينتهي بمين؟ بمجموعة التكرارات تعالى نشوف الكلام ده كده بدأت بالصفر طب يلا اللي بعديها خمسة خمسة زائد خمستاشر الداني عشرين عشرين زائد عشرة الداني تلاتين تلاتين زائد سبعة الداني سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين زائد تلاتة فعلا الداني أربعين يبقى احنا كده مسألتنا صحة في المتجمع الصعب بس عاوز اجيب الترتيب بتاعي الترتيب بيسوي ايه؟ مجموعة تكرارات على اتنين مجموعة تكرارات عندي بكام؟ قلتلي مجموعة تكرارات عندنا بربعين على الاتنين يبقى ترتيب الوسيط عندي عشرين الطبيعي بتاعي ان الترتيب الوسيط ما يكونش موجود في التكرارات يكون فيه حاجة اصغر منه حاجة اكبر منه اتفاجئنا النهاردة ان الترتيب بتاعي العشرين ده موجود قلتلك برافو عليك يبقى في الحالة دي هتقول لي الترتيب موجود اهو ترتيب الموجود عشرين موجود بالمتجمع الصعد يبقى ترتيب الوسيط اهو اللي هو العشرين ده موجود بالمتجمع الايه الصعد اقولك اذا الحل هيكون بدون قانون بدون قانون ايه اللي هيحصل اقوله الالف هو بداية الفئة الوساطية اللي عندي الوسيط هو الالف اللي عندي او بداية الفئة الوساطية يبقى ليه اتنين بيساوي كام اربعين من غير قانون ومن غير اي حلول ده كان موضوع الوسيط بمنتهى البساطة وحلينا عليه بس كنا حابين نقولي الحالات الخاصة بتاع الوسط الحسابي وبتاعة الوسيط النهاردة بقى معانا موضوع سهلي جدا 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 اسمه المنوال المنوال من الحاجات السهلة الجميلة وتعريف المنوال هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا الموضة الشيء المنتشر يبقى دايما حتى المنوال في الفرنسية الموضة الموضة بتاعتنا اللي هي الشيء المنتشر كتير يعني احنا النهاردة لما نبص في الشارع نلاقي اللون المنتشر في الشارع هو اللون الابيض يبقى دي الموضة بتاعت عشرين واحد وعشرين وعشرين وفنين وعشرين دا اللون الابيض الموضة دي احنا نعتبرها هي دا المنوال اللي عندنا لو انا دخلت فصل من الانسات طلبة الصف الثاني التجاري ولقيت اغلب الفصل اسم سلمة يبقى الفصل كله في اسم سلمة منتشر جدا في اكتر من 30 بنت من الاربعين بنت اسمهم سلمة يبقى منوال هذا الفصل اسمه ايه؟ المنوال هنا هو اسم سلمة يبقى تعريف المنوال ايه؟ هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا يبقى المنوال هنا هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا عملت انتحان للفصل لقيت اكتر من نص الفصل جايب ممتاز ونسبة جايبة جيد جدا ونسبة جايبة جايبة ونسبة جايبة مقبول يبقى الممتاز هنا ايه؟ هو المنوال لانه هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا يبقى لما نيجي نقول ايه هو المنوال قلتلي المنوال هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا هي القيمة الشائعة او المنتشرة او المتكررة اكتر نبدأ نشوف المنوال من بيانات غير مبوابة لما تيجي تقولي المنوال حضرتك قلت هو القيمة الأكثر شيوعا أو تكرارا يعني أكثر حاجة منتشرة لما قولك احسب المنوال كده للتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة والتلاتة على طول سامع طالب الشاطر بيقول لي يا مستر أكثر قيمة قررت هي مين التلاتة يبقى إذن المنوال بتاعنا بيساوي تلاتة لأن هي أكثر قيمة اتكررت طيب لو أنا قلت لك احسب المنوال للخمسة والسبعة والتسعة والاربعة عشر قلت ليا مستر ده مفيش ولا قيمة اتكررت الخمسة اتكررت مرة واحدة السبعة اتكررت مرة واحدة التسعة مرة واحدة الاربعتاشر مرة واحدة إذن لا يوجد منوال إذن لا يوجد منوال يبقى القيم ما اتكررتش خالص يبقى لا يوجد منوال وكمان لو اداني أكثر من قيمة بنفس التكرار برضو لا يوجد منوال يعني أنت بتقولي هنا القيمة اتكررت مرة واحدة ولو كل القيمة اتكررت مرتين ما فيش منوال ما عنديش مشكلة ولو اكتر من قيمة قررت مرتين وقدي بعض متساويين يبقى ما قدرش اقول ان فيه منوال لان هنا مفيش قيمة تفوقت او انتشرت او كانت شائعة عن القيمة الاخرى لما يقول لي احسب المنوال للجيد والمقبول والممتاز والجيد والممتاز تقول لي انا لما اجي حل التمرين ده انا بقول الجيد كان مرة واحد اتنين والممتاز برافو عليك واحد اتنين والمقبول كانت مرة واحدة فين هنا المنوال لا فيش طالب يقول لي الجيد والممتاز لا هنا لا يوجد منوال لا يوجد منوال لان هنا مفيش قيمة تفوقت في العدد او زادت عن القيمة الاخرى يبقى لازم هنا المنوال او من تعريف المنوال والقيمة الاكثر شيوعا او تكرارا طيب عندي بقى كمان ازاي اجيب المنوال من بيانات مبوابة في صورة فئات وتكرارات عندي تمرين سهل جدا تعالى نشوفه مع بعض بيقول لي من جدول التوزيع التكراري الاتي مديني بعض الفئات وبعض التكرار قام بالتكرار خمسة الى خمسة الى شرع 5 الى خمسة او تلاتين الى شرع مجموعة التكرارات عندنا قام من طريقة لإيجاد المنوال من بيانات من بيانات مبوابة في صورة فئات وتكرارات عندي طريقة الرفعة او العزوم لكينج وعندي طريقة الفروق لبيرسون يبقى انا عندي كم طريقة الرفعة والفروق الرفعة او العزوم دي بتاعة كينج دي بتبقى بمنتهى البساطة بدور على اكبر تكرار في التكرارات وبحدد التكرار السابق ليه والتكرار اللاحق وبداية الفئة المنوالية وبطلها وابتدي اعوض في القانون اللي هو المنوال بيساوي الف زائد كاف اتنين في لام على كاف واحد زائد كاف اتنين يبقى تعالى نشوف كده مع بعض التمرين ده ونشوف الخطوات اللي احنا هنحل بها اه هنحل بها التمرين المنوال الفئات اللي عندي اهي زي ما حضرتك شايفوا التكرارات انا طالب من حضرتك تدور لي على اكبر تكرار يا طرح هو الخمسة ولا الخمسة وعشرين ولا التلاتين ولا العشرين ولا الاربعتاشر ولا الستة قلتلي يا مستر ده اكبر تكرار كان التلاتين اكبر تكرار كان كان عندك هو التلاتين اهو يبقى اكبر تكرار عندي هو التلاتين ده اكبر تكرار طيب انا هستعمله هقولك اكبر تكرار ده ده حد مضحي جدا هو اللي عرفنا كل حاجة بس ما ظهرش معانا في التاملين خالص عنده تضحية عظيمة هو اللي عرفنا هنحل ازاي ولكن لن يظهر معايا في الحل خالص مش هيظهر معايا بس من غيره ما كنتش يقدر احدد لا كاف واحد ولا كاف اتنين ولا الف ولا به ولا لم تعال كده نشوف مع بعض فين اكبر تكرار تاني كان التلاتين هتب كده اكبر تكرار اللي هو التلاتين وبعدين اقول له كاف واحد عندنا اهيه اللي هو التكرار السابق ليه ده بخمسة وعشرين وكاف اتنين ده التكرار اللي لاحق ليه او اللي بعديه كانت عشرين طيب الفئة المنوالية يعني ايه هي الفئة المقابلة لاكبر تكرار اكبر تكرار كام تلاتين اقول لك الفئة المنوالية بتاعتنا اهيه يبقى هتقول لي كده الفئة المنوالية اللي عندي من خمسة وعشرين الى خمسة وتلاتين معنى كلام حضرتك ان هنا دي كام الف ودي كام بيه او به الالف بخمسة وعشرين والبه بخمسة وتلاتين على طول انت شاطر وعارف ان طول الفئة اللام بتسوي به ناقص الف يطلع عشرة خمسة وتلاتين ناقص خمسة وعشرين بيكام بعشرة كده معايا الف ومعايا لام وكاف واحد وكاف اتنين على طول اقولك برفو عليك يبقى ده القانون بتاع المنوال بيساوي الف زائد كاف اتنين اضربها في اللام على كاف واحد زائد كاف اتنين ودي طريقة الرفعة يبقى اشير الالف وحط مكانه كام خمسة وعشرين زائد شرطة كسر في طالب عايز يحل اه كاف اتنين لوحدها واللم تحت ما عنديش مشكلة ابدا يبقى كاف اتنين بكام بعشرين اهل وحدها فوق وكاف واحد تحت خمسة وعشرين زائد كاف اتنين عشرين وعايز تضرب في اللام لوحدها هنا بعشرة يبقى على طول هقوله ابدأ بخمسة وعشرين زائد شرطة كسر عشرين في عشرة وتحت خمسة وعشرين زائد عشرين يطلع المنوال عند حضرتك بتسعة وعشرين واربعة واربعين من مية وكمان ااكد عليك المنوال طلع كام وتحت تسعة وعشرين واربعة واربعين لازم يكون محصور بين الف وبه عشان برضو تضمن ان حل حضرتك حيكون طريقة سليمة ده كان المنوال بطريقة كينج او الرفعة او العزوم وبنقوله القانون مرة تانية علشان اللي عاوز يحفظ القانون معنا هنكتب القانون بس مرة تانية علشان لما ننتقل لطريقة الفروق لبرسون ما نلخبطش بين القانونين يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان المنوال بطريقة كينج او الرفعة او العزوم اللي بيساوي الف زائد كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين الكلام ده مضروب في لاب وطبعا قلنا الف بداية الفئة المنوالية والكاف واحد اللي هو تكرار سابق لأكبر تكرار والكاف اتنين تكرار لاحق لأكبر تكرار واللام طبعا اللي هي طول فئة المنوال او الفئة المنوالية وطبعا اللام بتساوي به ناقص الف الف بداية الفئة وبنهايته ده كان شكل القانون بتاع كينج كينج علشان اقدر احسب المنوال بطريقة كينج طيب نحل تمرين تاني على طريقة كينج علشان نحاول ناكد المعلومة عندي كمان تمرين بيقول لي احسب المنوال اهو فئات وتكرارات اربعة الى ستة الى تمانية الى عشرة الى اتناشر الى مجموع التكرارات كانت خمسة وخمستاشر واربعين وعشرين او نقول خمسة وعشرين يبقى كده اربعين اه ستين تمانية الى خمسة وتمانية الى خمستاشر المجموع مية احسب المنوال بطريقة الرفعة لكينج زي ما اتفقنا قلتلك اهم حاجة عندي انك تقدر تحدد اكبر تكرار اكبر تكرار ده الشخص او الرقم اللي هو مضحي ومثالي جدا وما بيحبش الظهور بس هو اللي دلنا على كل خير ودلنا على طريقة الحل فيه الاكبر تكرار عندي قلتلي اكبر تكرار تحت هو كان باربعين كان بكام؟ بربعين اكبر تكرار عندي كان بربعين اهر اكبر تكرار كان بكم؟ بربعين قلت لي هقولك كده ان الكاف اكبر تكرار كان باربعين واقدر اقولك بقى بعديها ان الكاف واحد التكرار السابق اللي هو قابله على طول اهو كان بكام بخمستاشر والتكرار اللاحق اللي هو بعده على طول كان بخمسة وعشرين كلام كويس فين الفئة المنوالية قلت لي الفئة المنوالية هي الفئة المقابلة لاكبر تكرار فعلا اكبر تكرار كام اربعين الفئة المنوالية من تمانية الى عشرة اقول له الفئة المنوالية من تمانية الى عشرة ودي كانت التمانية دي كانت عندنا اللي هي مين اللي هي الالف والعشرة اللي هي مين اللي هي البيه واللم عبارة عن ايه به ناقص الف يبقى طول الفئة المنوالية اتنين كده انت حددت كل حاجة عندك مش باقي إلينا تكتب القانون بتاع المنوال وقوله المنوال بطريقة كينج بيساوي ألف زائد كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين الكلام ده في اللاب طيب الألف عندنا بكام؟ قلتلي الألف كام بتمانية كاف اتنين عندنا كانت بكام؟ بخمسة وعشرين كاف اتنين كانت عندنا بكام؟ بخمسة وعشرين كاف واحد كانت عندنا بخمسة عشر زائد كاف اتنين كانت بخمسة وعشرين في اللام بتاعتنا بكام؟ باتنين طيب على طول تمسك الألة الحزبة وتقولي تمانية زائد شرط تكسر خمسة وعشرين في اتنين وتنزل تحت خمسة عشر زائد خمسة وعشرين يطلع بمنتهى البساطة المنوال بتسعة وربح وزي ما قلتلك دايما تتأكد في الحل في المتوسطات المتوسط لازم يكون محصول بين البداية الفئة المنوالية ونهايتها يبقى محصول بين الثمانية والعشرة فعلا كان تسعة وربح موجود بين الثمانية والعشرة عندي كمان طريقة سهلة جدا جدا اسمها طريقة الفروق لبرسون اسمها ايه؟ طريقة الفروق لبرسون ازاي احصل على المنوال بطريقة الفروق لبرسون؟ تعالوا نشوف القانون الاول وبرسون بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الفرق بين اكبر تكرار والتكرار السابق ليه والفرق بين اكبر تكرار والتكرار اللاحق ليه يبقى بيسميهم فرقين الفرق الاول والفرق التاني وبرضو محور الحل هيكون الراجل اللي عمل تضحية كبيرة اللي هو اكبر تكرار عندنا تعال نشوف مع بعض ازاي هنحل المنوال بطريقة الفروق لبرسون والقانون بتاعه بيقول ايه؟ اقول له المنوال بطريقة برسون او بطريقة الفروق بيساوي الف زائد شرطة كسر ده زاي اللي فات يا مصر تمام؟ بس فوق بقى هنحط حاجة اسمها فيه واحد وتحت فيه واحد زائد فيه اتنين وهنضرب في اللام ممكن تضرب في اللام هنا او فوق جنب الفيه يبقى ده كان قانون المنوال لبرسون طيب عندي كمان عايز ملحوظة اقولها علشان لما نيجي نحل ما تستغربش اي كلام بيتكتب قدامك ايه فيه واحد دي؟ احنا طبعا قلنا الف ولام قبل كده فيه واحد عبارة عن اكبر تكرار ناقص التكرار السابق ليه وفيه اتنين عبارة عن اكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق ليه يبقى فيه واحد بتسوي كاف ناقص كاف واحد وفيه اتنين بتسوي كاف ناقص كاف اتنين تعال نشوف مع بعض تمرين على موضوع المنوال بطريقة الفروق لبرسون مديني تمرين سهل جدا بيقولي من جدول التوزيع التكراري الاتي مديني فئات وتكرارات الفئات 5 الى 15 الى 25 الى 35 الى 45 الى 55 الى والتكرارات 5 و 25 و 30 و 20 و 14 و 6 اتفاقنا مع بعض ان بدور على الشخص المضحي اللي بيضحي بنفسه عشاننا كلنا نعف نحل بيه المسألة ان هو اكبر تكرار فين اكبر تكرار يا طرى هو الخمسة ولا الخمسة و 20 ولا التلاتين ولا العشرين ولا الى 14 ولا الستة قلت لي اكبر تكرار عندي هو التلاتين اهو طيب هقولك اكبر تكرار اهو هو الكام التلاتين ادور على اللي قابله التكرار السابق ليه واسميه كاف واحد اللي هو كان خمسة و 20 و ادور على اللي بعده ادور كاف اتنين التكرار اللي ا jullie هق ليه اده كان 20 وشوفوا الفئة اللي ايه zag فوقه فوق اكبر تكرار كانت من خمسة وعشرين الى خمسة وتلاتين والفقة ده بقول ان دي كانت الالف ودي كانت البه يبقى اللام عندي على طول بكام بعشرة برافو عليك بس انت كده مستر بتحل بطريقة كينج صح برافو عليك جدا انت كده بتحل بطريقة كينج وهو طالب المنوال بطريقة الفروق لبيرسون تمام بس مش هقدر اجيب بيرسون الا ما احط كاف واحد وكاف اتنين علشان اجيب الفرق بين كاف واحد وكاف اتنين وهنسميه فيه يبقى هنا هقول له اجيب الفرق بين كاف واحد وكاف اتنين تلاتين نقص خمسة وعشرين يقوم الديني فيه واحد وهيكون بخمسة كده انا حصلت على الفرق الاول وكمان اقول له الفرق التاني عبارة عن كاف نقص كاف اتنين يعني تلاتين نقص عشرين الاقي الفرق التاني فيه اتنين بيساوي عشرة كده معايا فيه واحد بخمسة فيه اتنين بعشرة الالف بخمسة وعشرين اللام بعشرة اقدر بمنتهى البساطة اقول له المنوال عند بيرسون بيساوي الف زائد فيه واحد فيه لام على فيه واحد زائد فيه اتنين جبت الكلام ده كتبت القانون ابتدي اعوض تعويض مباشر اشيل قيمة الف وحط خمسة وعشرين زائد فيه واحد خمسة في اللام اللي عندي بعشرة على فيه واحد خمسة زائد فيه اتنين بعشرة يطلع على طول معاك بالزبط وبالتحديد قيمة المنوال هتقول له خمسة وعشرين زائد شرطة كاس خمسة في عشرة وتحت خمسة زائد عشرة يطلع معاك على طول المنوال بتمانية وعشرين وتلاتة من عشرة او تلاتة وتلاتين من مية طيب انا اعين لك ان دايما لازم المنوال يطلع محصور بين الف وبه تمانية وعشون وتلاتة فعلا محصورة بين خمسة وعشرين وخمسة وتلاتين ده كان المنوال بطريقة بيرسون وعندي كمان تمرين عاوز احل عليه اه المنوال بطريقة بيرسون عشان اكد المعلومة يبقى اخدنا اكتر من تمرين على كينج واخدنا اكتر من تمرين على بيرسون بص معايا كده في اه طريقة المنوال بيتحلل ازاي تاني افكرك عشان اللي مش متابعنا من اول الحلقة يبص معنا ويشوف المنوال بيتحسب ازاي دايما ادور على اكبر رقم في خامة التكرارات اللي هو اكبر تكرار اكبر تكرار ده بيدلني بقولو تعالى كده وريني كاف واحد بكام كاف اتنين بكام الالف بكام البيه بكام اللام بكام يبقى من غيره هاتوه هو الراجل اللي قال لي ان اكبر تكرار عندي اهو في التمرين اللي قدامنا بقولي فئاته تكرارات الفئات مية مية وعشرة مية وعشرين مية وعشرين مية وعشرين مية وعشرين مية وخمسين والتكرارات حداشرة اربعتاشر اربعين عشرين تسعة ستة من الشاطر اللي شاور على اكبر تكرار برافو عليك كلنا عرفنا ان اكبر تكرار عندي باربعين تمام يبقى اكبر تكرار عندي بكام باربعين يبقى دي اكبر تكرار عندنا اربعين وقادي الكاف واحد باربعتاشر والكاف اتنين بعشرين اقدر اجيب الفرق الاول بستة وعشرين والفرق التاني بعشرين وعندي الفئة المنوالية مية وعشرين لمية وثلاثين يبقى دي الف واللام بتاعتنا بعشرة على طول تكتب القانون علشان وقت حلقتنا هيقول له الف زائد فيه واحد في لام على فيه واحد زائد فيه اتنين هتقول لل الف بمية وعشرين زائد الفه واحد عندنا كانت بستة وعشرين في اللام بتاعتنا بعشرة على ستة وعشرين زائد عشرين وتبتدي تحسب المنوال عندك بمنتهى البساطة يبقى دي كانت حلقتنا النهاردة عن المتوسطات قدرنا الحمد لله نحل على الوسط الحسابي وعن الوسيط وعن المنوال وعرفنا ان المنوال ليه طريقتين طريقة كينج او الرافعة وطريقة الفروق او بيرسون نتمنى ان نكون ان شاء الله على شاشة قناة مصر التعليمية او مصر التعليم الفني قربناكم من النجاح بخطوات ويا رب دايما تكونوا بخير وسعادة ويلتقي بكم على خير في الحلقات القادمة كان معكم فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم